في الهدف كله زي ما انتوا شايفين محاولة التقليل من انتصارات الاهلي انتصارات الاهلي اللي اخرها كان الحقيقة ربما دايق امثال هؤلاء فوز الاهلي على طلاع الجيش الر منتدى اللي الاهلي عملها انه يبقى متأخر ويرجع ومباراة فيها دراما عالية شوية كان فيها كتير من اللحظات المهمة لكن كمان مستر مارسي الكولر المدير الفني يتكلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بمعاني مختلفة عند البعض شوية نسمعو دوسري لم أعرف مدجيب مابدائيا طبعا ما فيش فرقة بتوعد موسم كامل ما خليش فيها هداف مابدائيا طبعا ما فيش فرقة فرقة بتقديو بيتحاول وعندها برضو حلول وليس أجب أن نتقبال في كورة القدم للناس كل مهمة كفريق بيري إعجابنا أن نحاول مى خوشش فينا ويعين بأكبر قدر ممكن وإن إما إذا كنا أعلى معين مى جوانا ثم أنا أعبوب بعمل هتبت نحن بنيساب ونا نعيبه وإن منافس في المباراة أنا ما سوت هتبت تباوز المنشفتة غدية لأم آتادشا ولكنه يجب أن تكون لديك مرة أخرى لكي تساعدها لكننا لدينا أيضا ولكننا لدينا لدينا أيضا من الوقت لدينا عادة رئيسان لدينا لدينا ترى الأنظام طبعاً الريتم بتاع الفرق مباش هو هو بيأخد وقت عبال من خوش في الريتم تاني لكن الموضوع مكانش التوقف أد ما كانت الإصابات من فيل عيبة جات لنا من المنتخب مصابة يعني الموضوع كان حاكتين في وقت واحد التوقف ومعا كمان الإصابات وموضوع الإصابات ده هو اللي عطلنا يمكن أكتر اللعيبة اللي جات مصابين من المنتخب وكت موسيقى ،在 حينها في حينها ، ثم من دواراني ، هل تحدث معين حينها معي هنا ، فبواسطة في حينها ، فبواسطة و يجب من ذلك ترك حينها، ولكن من المات قد يكون مات أكثر ، . للمعنى ، يجب أن ترى الله ، لأنها دماغت هذه الحالة على أن تحرقات فترة المهتمة ما بتقعد ثلاث شهور مع الفرقة تقريبا بتقول نفس الكلام كل يوم في الكرة بيجي لحظة ممكن اللاعب يبدأ يحس ان الموضوع بقى خلاص تقليدي شوية فبتحتاج لازم حاجة مختلفة صوتك يعلى شوية طريقتك تختلف شوية بحس ان انت تتجدد الدوافع وتزوء اللعب مرة تانية عشان يعملوا اللي انت عايزه نعم نويته بالتأكيد الشوط الأولاني ما كانش ده اللي انا طالبه من اللاعب مش ده اللي انا كنت طالبه خلص اللي انا قلت له يهدى وينبسط ويفرح بالتلات نقط نهاردة شوف الراجل ده فعلا بيتكلم في تفاصيل الاستاذ ابراهيم ما كانش حد بتكلمنا فيها يعني جملة ان انا لو اقول نفس الكلام كل يوم نفس الكلام كل يوم للعيبة حيبتدوا يتعودوا عليهم مش هيعلم عندهم احيانا تيجي لك حدث يخليك تسمع كلام مختلفة صح صحك الراجل ده بتكلم في تفاصيل صديقة وهو مثله دي عنده قدر من الهدوء والصراحة ومش متوتر لانه هو رائل بيتعامل مع كرة قدم في الاخر تحتمل كل شيء مش عايزين نتواطر احنا كمان مش حابين ان احنا نخود تجربة زى تجربة طلاع الجيش كتير لكن علينا ان نثق في فريقنا وانه في النهاية باذن الله حيحقق لان طالما انك ماشي صح فاللعيبة بس تحط قلبها على رجل واحد وتلتحم مع مدربها وتدي جماهيرها الجهد والاخلاص ربنا حيوف ربنا حيوف اذا عملنا كده ده كلام مهم وتأكيده على فكرة ان انت ما بتلعبش لوحدك انت فكرة ان انت تبقى وان سايد جيم مش موجودة في المسابقات طلعي جيش قلنا فرق رخمة فبالتالي هتتعود ان انت هتواجه فرق كويس وهتواجه فرق في بعض فترات المباريات تحرجك زي ما الراجل بيقولك وارد جدا ان انا استقبل اهداف او ان انا بشتغل على ازاي اقدر امنع بقدر الامكان استقبال الاهداف عندي بس لما ده يحصل لازم ان تكون عندي النجاعة وعندي القدرة على ان انا اسجل واسجل كتير واتكلم على فكرة اهدار الفرص مشكلة لازم ان نعالجها لازم ان مزيد من الهدوء ومزيد من التركيز في اللمسات الاخيرة هو ده ان انا واقعي جدا الراجل هيحصل ان انا اتحرج اه هتحرج لان انا ما بلعبش في الملعب لوحدنا هتحصل اخطاء طبعا لازم ان تحصل اخطاء سرعة تداركها سرعة علاجها سرعة التغلب عليها ثم سرعة التحول للتسجيل ده كان رأي مهم جدا كمان رأيه في مسألة الشنوى لان البعض اعتقد انه ممكن يكون خطأ محمد الشنوى في الهدف انه هو اتأخر شوية في الخروج فاللي سأل السؤال منتظر من الراجل دوسة جامدة الراجل قال له بالعكس انا من امتوهش انا هنته على المكسب وقلت له افرح بالفوز هو ده الاعداد النفسي وهو ده انه مدرك انه مجرد خطأ كل الكرة في العالم ومش خطأ يعني مؤكد يعني حتى الاخطاء العليا عن كده طب هو لو طلع بدل والتاني زقها من جنب وقال لي طلعك بسرعة كده خدوا بالكو حتى في كاس العالم انتو هتلاقوا فيه اخطاء حراشت المرمى الاخطاء السازجة او العالية اوي والناس بتضحك لانه حتى الفرنسيين يقولك اناكس ده دي حادثة مش هتحصل على طول احنا مشكلتنا لما بتحصل حاجة زي كده بنوقف عندها كتير ونقيم الواحد او نقيم اللاعب من خلال الخطأ اللي حصل في حين ان هي مجرد حادثة برا بيعدي عدي هو عارف ان ده مش هحصل تاني او من الصعب جدا يتكرر ليه لانه خلاص والدة اللحظة وخلصت احنا المشكلة الايام بتقوم وممكن نماشي مدرب عشان مجرد خطأ حصل